موسيقى 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 في الأول فاش عالفراسي ميتليا كانت صغريت قريبا سبع سنينة تبع سنينة ما كنت ديما كان ميل اللي بنات ما كانتش كان ميل الدراري كانتش تبع درائي كتش تلعب معاهم كورا كتش تلعب معاهم كتش تلعب معاهم كتش تلعبوها بالطلطة متى بديت الكوراzu كتش تلعب فيها الكورا ما قلت ليكو من صغريه ونحن أن نلعب فيها ولكن مشيت الحق الفارق طب الناها وكانت مستهارة كتش تلعبت فيه كانت بانتش بديت في السنكة ماشيت بحالة قلت لقيت واحد العائلة الثانية بيه اللي تم ماية كانت تقسمة واحد الحاجة أننا تقريباً إحنا كاملين كتجمعنا واحد حاجة متر مكتلية أنا هارون من مكناس عندي واحدة عشرين سنة وأنا جوز فيه أوموسكسويل فاش عرفت فوق عجزة ما أنا عرفت راسي قيف كانت عندي شي 12 العام 11 ولكن في الأول النهار عربتها ما تقبلت شراسي وكان كيسحب لي واش غير أنا اللي دير بحال هاكا مهم في الأول تأزامت وكنت كنسمع ذو كل ذاك الشي بحال قلتي مو حاضرات ديال الدين يعني كيبقى وكي يعطوا إلا كنتين تقاي وبغيتي هدا خسك تدير هادي وخسك بقى تصلي هدا وكذا وخسك وكنت أبقى مو كمشي للجماعة وكبقى كنصلي نهار كله على أساس أنا فكرة ديالي أنا ذاك السلاو ذاك الشي اللي كان دير غلي غيرني وطاق غنفق غدا وغلق راسي أنا ماشي قاي من بعد سيغتانتون وقفت يعني أنا في الدوز يماني ديال كوليج فهمت بأن أنا ذاكا وما يمكنش نبدل هادشي علىو خسني تعيش معاه وخسني تقبلوه موسيقى El Marroc és un règim monàrquic en el qual hi ha la monarquia a la hui que és una monarquia diguéssim que porta doncs diversos segles governant el Marroc ha estat d'un estat que té un règim autocràtic no és una dictadura no és un sistema democràtic la situació dels drets humans és una situació molt deficitària on hi ha conculcació de drets humans de forma quotidiana el col·lectiu LGTB evidentment doncs és un col·lectiu que està estigmatitzat al Marroc el Codi Penal i això continua sent així després de la reforma del 2015 de fet l'article 489 és l'article més conegut perquè de forma molt explícita diu que condemna les relacions entre persones del mateix sexe que consideren contra natura estableix doncs unes penes de presó que poden anar fins a tres anys i també diguéssim unes multes econòmiques Méssim l'article Hi hi ha joie I'm here and I'm Agrader I want to be here I've presented this conversation with a teenager and eyebrows with a face of something for the audience and this video is going to be a show for the channel to meet a social network and this was to meet the family and this is a family other people in their lives and this was to meet all the families لعائلة الأقرب حال بابا واخوتي وهنا وقع المشكل فاشا شافوا الفيديو عرفوا باللي انا حيث الصوت باين واللبس وكل شي باين ما تعرضش للضرب ولا الكلام الجريح ولكن تعرضت العنف اخر اللي هو الإهمال و وسوء سوء التعامل كي يتعاملوا معي كأنني واحدة بحل شجورتما في الطار بالنسبة للمجتمع المغربي من أكبر فضائح اللي ممكن توقع بين الأسر المغربية ولا الأسر العربية هو أنهم يكون عندهم ولدهم أو بنتهم أموسكسوال يعني ممكن يوقع لهم أي حاجة ممكن تخيلها أي حاجة حتى الجرائم ديال الاعتداءات والقات الممكن تكون إلا أموسكسواليذات لأنه ممكن تحكم عليه بأنه منبوت في المجتمع موسيقى 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 آرستي موسيقى كانون اللحظة ترجمة نانسي قنقر إذا أشعر بشي شيء، نبدأ نخدم كلمات بشيء أصحبي أو شيء بشيء طيو، أو شيء بشيء أقدر تجعل غلاصيون بيناتنا، غلاصيون صحبة كنت أدحك شيء أكثر من القياس، أو أن أدحك بشيء طريقة ترجمة نانسي قنقر نحن نعيشون نوعين من الأنواع من الحياة نحن نعيشون نوع الأول وهو الحياة العادية والنوع الثاني وهو الخصوصيات الخصوصيات ليست في المسألة الأموسيكسوال لا، نحن نحن في المسائل الشخصيات لا نحن نعيش بشكل مستمع لا نحن 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 كنساء مثلا، نحن نكونوا بغن نقول سمعة بعضتنا، أو نديرو حفلة أو نتخبعو كل منا نكونوا في الدور لا نستطيع أن نخرج من المالاة لأن نحن نتصنر لتريقة خائبة في المجتمع مرحباً مرحباً لم يكن من المتابع القضايا ومعنا نعمل على القضايا ومعنا نعمل على المحاكيم ومعنا نعمل على المحاميين هنا بدأت الخدمة المجموعة الأقليات التي قمت بها حملة الحب من حقوق الإنسان ومعنا نعمل على حملة وزع من شوارات تدعو الحب والسلام وتعيش بين الـ LGBT وباقي أفراد المجتمع حركة مالي بدأت في 2009 وهي حركة علمانية كونية نسوية لتدفع الحريات الفردية في 17 مايو نقوم بوقفات احتجاجية اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية ورهاب التحول الجنسي في ذلك النهار نقوم بوقفات احتجاجية قدام وزارة العدل وصحة لكي نبينوا أن الدولة أن المثلية الجنسية رح ماشي مرض وبأن هذا الفصل رح صوت حيد مايبقاش السلطات دائما كتضيق عليك مر المخزن مايبقاش 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 تأسيس الأقليات مايبقاش 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 تنسى الى الجميل مع رجال الملاحظم تنسى الروحة في المدرسة و تنسى الروحة في الكنيام و تنسى الروحة في الانتماعك في الناس هذا هو ما هو مزعجبه يجب أن نعود ثاني واحدين من الشامع ويجب أن نعود ثانيقاء أن تحمل المثلين يجب أن تتوقع يديه المشامع أنه يجب أن ينتهج هذه الحقوق أمر ما كان الحال هو أن أنا قاملنا بينها نخوي الذي يتعرض عليه العنف이고 الذي يتعرض عليه الضوء الذي يتعرض عليه الضحام لدينا معتقلين رأيين لدينا أكثر لدينا أي حاجة في هذه الحقورات الفردية أو الشخصية لدينا حبس لدينا عقوبات حبسية سأتبقام لم ينعن نخويه سنقول بأن كانت تغيير ولكن التغيير إذا ما تخدمش من الداخل عمر ما غيكون التغيير أما في حيتي الشخصية دابة ما كردش من دابة تقولوا لي تخرجي للمغرب معا الـ girlfriend ديلك نقول لكم مسلامة من الدول نقول لكم الله يعلم يعني ما حدي أنا في المغرب ما عايشت حيتي كيف ما بغيتها أنا ما عنديش ديك الحرية الفرضية اللي أنا خصي نعيشها يعني في المويلات الجنسية ديالي في المويلات الدينية فبزاف ديالي الحواج أنا ماشي أنا مقيدة حاليا غير كنتنفس ماشي عايشة حياتي غير كنتنفس يعني عائلة على قيد الحياة ماشي عايشة حياتي غير كنتنفس بحل ما صديتي عليه في شي حاجة وكنتقول لي يا غري شوفي وسكتي وماشي هدريش بحالك أنا كنحس بحال في حياتي حاليا أنا اسمي أيوب العادسي كارتوري ماجي خلقت في عشرين شهر جوش ألفاين ديبا عندي ثمنتاش ديبا طالح في تسعتاش قيمة سالي تسعتاش في سبعتاش في الجوش هذا كان خرج في المغرب كانوا يضربوني بالحجار كم مرة شحامرة تعدوا علي شحامرة تطلعوني في طنوبير تطلعوني الغابة وقتصبوني شحامرة شحامرة تطلعوني تطلعوني بصح في المغرب كيشو أنا غادي في الزنقاء كيشو كمشي عدمون الحالوس ما كيبغيش يبيع لي كمشي كوميسرية ما كيبغيش يعطوني شي ورقة كمشي للمحكمة ما كيبغيش يدوري موحام شي حاجة صار في فشت خلتني هنا سبتاة ما كنتش كان عرف هنا سيتي ما كنتش كان عرف اللوجوء شنا كانت هناك من المجه الموحام كانت هناك من مرحامات تطلعوا للمهاالي وكانت هناك من عرفة موجودة فقدها لا تضعوني وقدها لي قالوا لي كيبغيش بعد فشت ثم وكانت هنا سيتى مجهما من أجل مدتك temporal de inmigrantes. Es un centro de acogida de toda aquella persona que entra extranjera en la ciudad de Ceuta y que tiene prevista una acogida temporal. Cuando el extranjero ya ha entrado en la ciudad el paso lógico es manifestar que quiere solicitar protección internacional en la oficina de extranjería. Se le da una cita para que pueda formalizar esa solicitud en la que realiza una entrevista explicando los motivos por los cuales ha huido de su país. Y una vez esa entrevista se ha realizado se remite a la oficina de asilo y refugio que está en Madrid y se inicia la instrucción del expediente de asilo. En el caso del colectivo LGTBI me preguntabas específicamente, no hay ninguna diferencia, el trámite es el mismo para cualquier persona que manifieste esa necesidad de protección internacional. Conozco conozco con un paciente de protección internacional. Se ha escrito en otros trabajos de protección internacional. Todo el paciente se basa en laahora, así que no hay ningún paciente. Cuando se pone en marcha en el paciente, es una cita donde viene la cita de protección. Ya conozco con el paciente, espero que bienz 가 el paciente, siempre que es una de las pacientes que están ayer y que están llegando a algunas cosas. Por lo que ha sido el paciente del paciente que lo ha hecho. Por lo que ha sido el paciente en la encubalación. Se entiende que la persona que huye de su país por motivo de persecución no ha podido preparar toda esa documentación o incluso en muchos países se dan violaciones de derechos humanos se dan detenciones, por ejemplo, en Marruecos por ser homosexuales viana transexual y nunca quedará un registro documental de esas detenciones o de esas agresiones por lo que la persona lo que tiene para demostrar su relato es decir, no puedo decir nada En cuanto a la relación entre las diferencias con la estera que era la relación que me llamaba era una relación ayer y me dijo que te sentiste mucho que te sentiste que te sentiste gay que te sentiste gay que te sentiste el personaje que te sentiste جلوا عليك وش عملوا مع الدبواك وش انك كساك من لي مشيت نعمل الانتري بيستات الما أدروا معايا على مشكلة لش جيتين هنا وعلى شقر وصي عنا كدامل أصيلوا هنا يا حكيتلوا بمشاكل لي بأنني أنا غاي مطلرشين نعيش في المغرب عندي بزاف مشاكل مع مجتمعات الما أعطاً en la cultura ambiente mucha gente dice sí claro ahora todos los marroquíes son gays o son lesbianas como estrategia para que les concedan el asilo y a mí me parece una falta de respeto a la situación de lo que viven estas personas se banaliza, se trivializa pero que por otra parte me parece normal que la gente mienta y diga esto porque tenemos unas políticas migratorias tan restrictivas, tan injustas tan de poner la zancadilla para que no vengan que claro que la gente miente ojalá no tuvieran que mentir con el tema este porque la consecuencia es que eso que se les hace daño a los que lo viven el CETI tiene una población muy diversa tenemos población subsahariana población magrebí hombres, mujeres, familias con niños colectivo LGTBI colectivo no LGTBI y una parte del no LGTBI con una mentalidad que no es precisamente tolerante y que no aceptan esa diversidad por lo tanto en ocasiones sí que es cierto que las personas LGTBI se ven amenazadas se ven incluso agredidas y su vida cotidiana en el centro se complica distintas horas que pompadilla resiste esto es la única eshola y San Axial y se aclaró ante estás nesika no me nog‬ con la pena es que ya no hay muchas personas serán ولي ماليتا موش ماكيجاخي دولي ماكينا صراحة الله ما مرتحش ولا كان خاف في الغابة يتسعرطوا ولي ويدربوني أنا إنسان ضعيفة صراحة ما موقيتش قوية في حالي كنت بالنسبة للمشاكل اللي عندي أنا في سيتي يعني ماشيش مشاكل كبيرة ولكن يعني مشاكل مع مشاكل عندي مع مشكلة اللي كان حس منه هو في كوميدور يعني في كوميدور كان كله وعندي مشكل مع قواندي يعني إنتي نمي قد كون في كوميدور وكادموت بانديخة ديالك مثال بتاك واحد خدام بتاك الماكلة قد تسيبها لك يعني بحال واحد حشك واحد كلب مثال أو لا معرفته يعني قد تسيبها لك واحد طريقة ومشكلة ثانية مع قواندي يعني قد تكون نايش لتاكد الليل بشيعمل كنترول فرعليك بب يعني فرعليك واحد طريقة بحالي نحنا مثال نوسي يعني نحنا بحالي نحنا بحالي ماسوين شي موت حماق بكي غوت مشي شغلهم فيكيه يعني صالح الله ايه شح المرات ايه ، ايه هدرو ايه انا دايز كي يقول لك ياخر شي حاجة كيقول لك ايه وانا ما 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 جيتش اللي هنا يا بشي بشي اللي نعمل معهم مشاكل ولكن دائماً دائماً كانت تحط في نفس المشاكل على ذلك الشيء، على ذلك الشيء، على ذلك الشيء، حسيت شوية الضغط هنا وحتى نعاش ما كان نعاش شيء هنا، كان نعاش شيء مزيان هنا مجبرت في الراحة ديالي وكان خرج للسنترو، كان خرج للشريع، باقي كانت تعرض لنفس المعاناة باقي هنا، لحد الآن هناك المغربة لي كيسكنوا هنا يمكنني اتر work. باقي كيسكنوا هناك el острين أسهارنا هناك الأوكسوب aaaa انا حضرت عائزة أعيش المستشتراف شكراة الأعدادهم سيكونون بحبتستراف ساتي ...que la estigmatización sí represente aquí, en la sociedad esta. Entonces, yo diría que la mayor necesidad que tienen ellos... ...es como de poder ser ellos, con libertad... ...y que no lo encuentran del todo en Ceuta. Desde CEAR siempre hemos sostenido... ...que las personas solicitantes de protección internacional... ...no deberían estar aquí. Ellas, una vez son documentadas con la tarjeta roja... ...que se denomina al documento que acredita... ...en la condición de solicitante de protección internacional... ...tienen el derecho, por ley, a trasladarse a territorio peninsular. Y en territorio peninsular estar acogidas... ...en un centro de protección internacional. Sin embargo, aquí no se permite ese paso a península... ...se retiene a los solicitantes de asilo... ...lo que hace que su estancia se prolongue de forma... ...de forma un poco exagerada, la verdad. Me gustaría vivir en Madrid o en Barcelona... ...de forma que emprendas, empleo y empleo... ...yعمud en la libertad de la humanidad... ...y garantía, asustación en la libertad de la humanidad... ...y el Estado, y la humanidad... ...y no necesitaba nada... ...no necesitaba nada, no necesitaba nada... ...lo que nos esperaba. Y me despedimos con el personal... وقاصية على هذا الشيء. يعني ما كان شيء حاجة اللي غادي نخاف بعونا غا خاف منا. وحنا مشي لأوروبا باش نعيشو داك حقوق الانسان اللي كنسمعو بيا حيث باقي الحد لان ما شوفنا هاجي. انا بغيت اول حاجة غين خرج غيم هنا في ملاحوني في خوزيلة في مادريد في برسلون ما عنديش مشكلة. وانا بغي نطلع لتمك باش الحقق الحلم ديلي مقدش الحقه انا في المغرب. في كمشي عندهم بغي نكون انا ديشي اللي بغيت ما يبغيونيش. حيث أن في المغرب بعد اللاعب. انا بغي نطلع لالإسبان بتش نكون موديلو. بغي نخدم انا الهوي دي Kod katelit ni home.控ku شهور علميا. يعني اشي اللي كان يعني щي يعني متعرفة للناس عاودينミ جani. ولكن الناس يعني كالالناس واخدكم بوحدكم وا معكنكم disease. وين كن يحيش باسك بوحدك. حيث كأنهم يعني محترمينك يعني كأنهم قدرينك يعني نتعلم على الناس نتعلم نتعرف على الناس نخدم تانا نتعلم جزافة الحاجاتنا نبدلت ثقافة ديالي هذا الشيء يكاين وكنتمنى لما يكون خير إن شاء الله يا ريكو أعني أريد مانوكس أحبت 26 عام أمي عوبي وأمي عمي وأمي عمي أمي عمي أمي عمي أمي عمي المنظمين. ممنحي قبل تجنقل وقته مبناء مجدد تجنقل ما مجدد لا يوجدو لك، يبقى بالتخدم لكي لا تقنقل مجدد كتابة تقنقل مع غاية وقدت مجددا فياما على المنظمل في المساعدين من سنرمي وقع عن الموضوع وقدت من الوصول . وقدت مجددا مباشر过ك من الله و Abendm imposed منظمتنا مضمت ل Consروía و كenciesق للعلية تسمى أن كيقدينا و سأجهى فيه بالجر sensitive معزمائверж27 و أتسمعت مع التأسر مما تمت المفتر أريم equity يمكن أفضل إصіти دعوة دعوة ier المفتر خلقت 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 متفاقًا بردوطs, بردوطs polítics, بردوطs de nacionalitat i el que anomenem un calaix de sastre, que seria per grup social determinat. Són les persones que tenen característiques innates, immutables, que formen part de la seva identitat, que no se'ls pot demanar que modifiquen aquesta característica que configura el grup social determinat. Tradicionalment, les sol·licituds de persones LGBTI s'han tramitat dins de l'especificitat de grup social determinat. personal ha sigut sempre una cita molt oberta en temes de diversitat sexual i a partir d'aquí ens arriben molta gent realment que estan demanant asil i que ho fan per causes LGTBI's El refugi, com sabeu, té dues blanques paral·leles que són una, la branca jurídica a la qual es fa la petició d'asil, la jurídica, la de protecció internacional i una branca social, que és la de protecció social cap a la persona que demana el refugi o la protecció subsidiària El problema tenim quan aquestes dues fases, que haurien d'anar inseparables es punquen en el temps, se descompensen aquí és on podem tindre els conflictes Si no va com passat, podem tindre algú amb una sol·licitud en tràmit que encara no ha accedit a procediment que ha passat a segona fase, que va vinculada a l'autonomia, recerca de feina i encara no té l'autorització Per tant, jo crec que és un sistema pensat per anar en paral·lel els tempos anant en paral·lel el que ens hem trobat, que no sempre aquests dos potes del sistema d'asile han anat en paral·lel En quant a accés al sistema, sí, tenim una situació de col·lapse lo que implica que les persones poden arribar a trigar mesos en accedir al sistema d'acollida Esta acogida dura solamente un periodo corto que puede ser de un año hasta 18 meses En un año o 18 meses esa persona tiene que aprender el idioma, tiene que adecuarse y poder ser autónoma y trabajar Lo que la gente decía, las entidades decíamos, es imposible que una persona en un año o en 18 meses logre tener una autonomía con un proceso tan acelerado Entonces se plantea al Ayuntamiento de Barcelona la necesidad de generar algún tipo de complemento a este trabajo por parte del Estado y de las entidades de acogida Entonces surge la idea de crear un programa complementario como es el Nausica Hi ha una part que se'ns demanava i que era molt clara de perfils LGTBI's que no acabaven de tenir la seva autonomia i que ens va suggerir que tinguéssim tota una sèrie de pisos enfocats cap a aquest col·lectiu amb espais concrets i amb serveis molt concrets per aquest tipus de persones No encontré una habitació perquè era molt difícil de ser marroquí I han dit sempre que no poden, així, lo siento I Acachi m'ha ajudat Me han dado una habitació molt bona perquè vivia en un clima que me gustava Con una, con dos persones gays Y con una persona lesbiana Y así me gustava mucho Porque ya somos de la misma Nos gusta la misma cosa En el proceso de verdad me gusta Está bueno Pero la cosa que es difícil de... Tienes que esperar y esperar y esperar hasta que tengas la decisión Y la gente le dice no Mucha gente le dice no Yo de verdad tengo miedo que me digan no Yo no sé, no tengo ninguna idea de qué voy a hacer después L'índex de denegación de las solicitudes de protección internacional presentadas a España tradicionalmente ha sido muy elevado Sí que teníem un nom... Teníem, hem arribat a tenir nombres, xifres molt baixes de concessió potser al voltant d'un 9% Xifres que al llarg del temps van incrementar però també perquè es van sumar els expedients d'extensió i reagrupació familiar de les persones que ja tenen estatut de protecció O en determinades ocasions, en determinats anys veient que la xifra puja vinculada a algun programa específic que s'ha dut a terme Com per exemple va ser la reubicació de persones procedents de Grècia a Itàlia Però si traiem aquestes sol·licituds o en els últims anys si traiem les sol·licituds de persones nacionals de Síria Per a la resta de nacionalitat realment veiem que l'índex de concessió és molt petit Per tant hi ha molta denegació de sol·licituds La gent que arriba a Barcelona i arriba al programa Nausica arriba amb moltes maletes i amb molts traumes Tant de la sortida com de l'arribada com de l'inclusió a la ciutat de Barcelona I també hi ha un tema d'inclusió sociolaboral que aquest és molt important Perquè diguem-ne que molta gent es veu abocada cap a circuits de prostitució I les sortides cap a altres aspectes de l'inclusió sociolaboral són importants Hemos visto que moltes de les persones LGBT, emigrantes i refugiades Cuando lleguen a la ciutat també sufren alguns ataques de tipo homofòbic o xenofòbic He escuchat en la calle, en mi cara, una vegada en un bar Que parlava que els emigrantes, que són marroquíes, que lleguen aquí a Espanya No se roban el treball, no se facen això, no se faci això No me ha gustado lo que estaban diciendo Pero yo sé que hay gente, hay mucha así, como homofobios, como Islamfobia Hay una visión, incluso promovida, por parte de las organizaciones LGBT En la cual dicen, no, es que en el mundo está muy complicado Es que en los países árabes, los musulmanes son muy... Yo creo que es un discurso colonialista directamente En el cual favorece nuevamente la reproducción del racismo Y no se favorece la visibilidad de procesos que se han llevado De parte de algunos de los países que han ido avanzando poco a poco en derechos Tal vez la gente critica cuando si es religioso como es gay Para ellos es como algo pecado, como muy mal Yo digo, no Una vez he hecho unas charlas aquí en Barcelona Y me decía, me preguntaba ¿Estoy musulman? Digo, ¿y? No, solo pregunto Digo, sí, si yo musulman ¿Y si practicas? Digo, sí Digo, ¿por qué es gay? Si todo es musulman no puede ser gay Digo, es que no yo he elegido ser gay Yo lo siento ahí dentro Tú, ni tú ni nadie no puede cambiarme Digo, solo tienes que entender lo que yo siento Para poder llegar a personas que no son claramente favorables Al refugio o a la migración Creo que es necesario el conocimiento Y para eso yo creo que desde las entidades estamos haciendo acciones de acercamiento de las personas refugiadas a realidades Y a la construcción diaria de la cotidiana Ya no en tanto testimonio de la dureza de mi vida Sino más bien en encontrarnos en un espacio diferente Lo que alguna persona llama encuentros improbables O sea, la posibilidad de que yo me encuentre con una persona refugiada en mi vida cotidiana No es fácil Aun cuando están en nuestra ciudad Y que yo sepa que sea una persona refugiada Es más difícil todavía Y que yo le pueda preguntar lo que yo tengo de duda Y que a lo mejor es un prejuicio Es más difícil todavía He visto que Barcelona es otro mundo Que aquí es normal He visto gente que salía a la calle Luego poco a poco pues me salía del mario ya Y me fui a unas asociaciones para que pueda conocer gente Puedo conocer gente igual como yo Yo vivo feliz ahora Yo vivo feliz Yo puedo hacer lo que quiero Y me siento como que tengo una familia Con Akashi, claro Tengo una familia, tengo personas como yo Puedo hacer lo que quiero Enfrente de ellos no me van a decir nada Me van a aceptar porque ellos como yo Somos como una familia Que cada persona desde su país le maltrataban Ya viene ahí Encuentra una familia, un espacio Una clima de... Siempre tenía un sueño de vivir así Es como un sueño Que la gente de aquí no puede entender esta cosa Que vivir así en libertad Es un sueño de otras personas Como yo 이에요 Enfinace